نعى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بخالص الحزن والأسهى شهداء قوات المسلحة الباسلة الذين اختلتهم يد الإرهاب والغدر غرب سيناء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأكد وزير الأوقاف أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب إلا إيمانا بالوطن والاستفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوات المسلحة الباسلة كما أنها لن تزيدنا إلا صلابة وإصرارا على استئصال شأفة التطرف والمتطرفين مشددا على أن التسطر على أي عنصر إرهابي جريم نكراء في حق الدين والوطن كما أنه يعتبر خيانة وطنية